قررت محكمة مصرية إعادة فتح باب المرافع لدفاع المتهمين في القضية المعروفة ألميا بأنصار بيت المقدس والمتهم فيها أكثر من مئتي شخص بعدما كان قد قرر سلفا تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية ومن المقرر أن تستمر مرافعات المحامين على مدار أربع جلسات تنتهي الخميس المقبل هذا ونشط جماعة أنصار بيت المقدس في شمال سيناء منذ عام 2011 غير أنها أعلنت بعد سنوات مبايع التنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية وما أطلقت على نفسها اسم ولاية سيناء